بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة هنتكلم عن اه هل يمكن ان ان تستخدم داتا بيز غير مي سيكول? طبعا. اه ممكن تستخدم اي داتا بيز متاحة عندك اه متاحة عندك على الساحة. سهل جدا الموضوع. يعني النهاردة انا اجاب لكم داتا بيز جديدة هنتستخدمها وهي سيكول لايت. يبقى ماي سيكول اه اللي هي في البي اتش بي مي ادمين. ممكن نستغنى عنها. ونستخدم سيكول لايت. وهتديك نفس المزايا والزبط يعني نفس كل حاجة اللي بتديها مع السيكول? هي هي هتديها برضو سيكول لايت. طيب ازاي ننشأ آآ سيكول لايت عندنا في تسعة. اول حاجة هنروح على ملافل انف. وهنروح على طبعا آآ آآ اسم الدياتا بيز هنا هنغيره هنخليه سيكول لايت. تمام? وهنعمل كومنت. يعني ممكن انت تمسحهم او تعملهم لالتلاتة دول. آآ على حسب انت رغبتك انا. احنا نعملهم دي ديت ممكن يعني ممكن ترجع عليهم فيما بعد يعني. تمام? ودي سيكول لايت طبعا آآ الديتابيز بتنزلها على الديسكوتوب بتعملها آآ دول لوت من على الموقع بتاعهم. انا هشروح لك دلوقتي هخش لك على الموقع وانا اعمل لك دول لوت لها. تمام? وبتصل طبعا على الديسكوتوب عادي عندك وبتفتح بالشكل ده. تمام? دي سيكول لايت طيب. آآ هنروح على 願 نوع داتةباس خلاطوا الديسكه, نضع حدب numer، سيكول لايت بو ذات بيز لايته، سيكول لايتcesso التخطي part تمام كده? احنا كده انشأنا الديتابيس بتاعتنا في المشروع بتاعنا. طيب. عايزين بقى نعمل عندنا في الديتابيس عشان نقدر ان احنا نفتحها. وهنشوف هتشتغل معنا ولا لا? واشتغل على الترمينال. افضل من افضل من من الديتور. طيب. هنعمل تمام? هنعمل سيد لان المشروع ده او الابليكيشن اللي احنا نشارع عليه ده في سيد. فاحنا هنعمل اه سيد عشان انشار لنا كل حاجة بالزبط. تمام? اوكي. يبقى هو كده اه اه اقدر ان هو يتمكن او يفتح اه يقدر ان هو وصل للديتابيس عندنا. الحمد لله بكل النجاح. واه اقدر ان هو ينشأ في سيكوال لايت الديتابيس بتاعتنا. طيب ازاي نقدر نوصل للديتابيس عندنا الملف المشروع. تمام? هناخد بس المسار. اوكي. هنعمل هنقول اه فايل. هو بل داتابيس. هنقول له هنروح على ملف الرافل. في في الروسترانتي. الديتابيس وقادي الملف بتاعتنا اللي هو انشأها زي بالزبط يبقى هي هي نفسة يعني اه مش هبهة جدا لسيكوال لايت بس الفرق ان دي على عن بتاعك تقدر تفتحها في اي وقت اما يعني بتحتك انترنت في البداية وعشان تفتح معك طيب دي على على طول كأنك بتفتحها باي ملف عادي عن طيب ايه بقى اللي عندنا اه فيها وفيها كل الجداول اللي هنشأها عن طريق اللي هي تمام? يبقى احنا كده قدرنا ان احنا نغير الداتابيس عندنا في الرافل. طيب ازاي ان احنا اه نعمل داول دوت لماي سيكوال اه لسيكوال لايت. عن طريق ان احنا بنخش على الموقع بتاعهم الرسمي. هنقول له سيكوال لايت سيكوال لايت. دا الموقع بتاعهم سيكوال لايت براوس دوت اورج. اوكي يا جماعة بتخش وتعمل له داولوت. تخش على داولوت. اه دي كلها طبعا من اه من سيكوال لايت. يعني ما شاء الله كل شوية بي نازلوا تحديس ليها. فانت بتختار اه اه الديولوت وبتختار النظام السيستم عندك نظام سواء اه واندوس اربعة وستين او انتين وتلاتين او لو كنت اه ماك تمام او انت لو كنت اه لينيكس برضو اه في اه او او يعني هي ما شاء الله متاحة لكل انواع نظام التشغيل. لكل النظام التشغيل اه متاحة لها. اه سيكوال لايت. طيب بتعمل داولوت وبصد طبع زي اي برنامج عادي. تمام? وبتظهر معك او بتفتح معك بالشكل ده. هي بقى دي الداتابيزي تعيدنا. تمام? اه بتقدر ان احنا تتعدل فيها وبتقدر وبتديك كل المزايا اللي بتديها اه ماي سيكوال. طيب اه احنا كنا فاتحين احنا عملنا مايجريش هان للابليكشن بتاعنا. عشان نقدر نحنا نتواصل ايها فعلا. هنقول لوكوالهوست. تمام? تمام? هو فتح معنا. ده الابليكشن اللي كنا شغالين عليه. اه اللي نعمل نانو مايجريشن يعني ما تقلقش يعني نظام قريب جدا من ده كموضوع درسي بتاعنا اللي انا كنت حبيتها وضح لك فكرة ان انت ممكن ما تعتمدش بس على واحدة. لا انت ممكن تنوع في المشروع بتاعك وتستخدم المناسبة لك. يعني اللي هي اللي انت اللي انت قادر تنجئ فيها جداول اللي انت قادر ان انت تتعامل معها بكل سؤولة متاح لك. وفي الدرس القادمة ان شاء الله هوضح لك كذا بازن الله. السلام عليكم ورحمة الله.